بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي أهلا وسهلا بكم معكم سر عمر مديان إن شاء الله نهاردة هنشرح الجزء الثاني والأخير في الدرس التمهيدي اللي هو كان يتكلم على حاجة اسمها ماكروم لوكولز أو بيولوجيكال ماكروم لوكولز مرة لفتتة عملنا كلاسفيكيشن لليبينج أورجنيزم نحيص النمبر سيلز وقسمناهم اليونيسيلولر والمالتيسيلولر وقالنا ماذا يميز الليبينج أورجنيزم عن اللي هي النون لبينج سينج وأمور كتير وعرفنا إن شاء الله هندرس اللي هو مستوى السيل أو اللي هي الخالية ونعرف الأورجنيز اللي جواها بس الأورجنيز أو العضيات دي هنعرفها بإذن الله في النص الثاني من المنهج إنما الجزء الأولاني إن احنا نعرف الملوكولز أو الجزيئات اللي بتكون الأورجنيز نفسها وقالنا طالما إحنا بنتكلم على ملوكولز وآتهم يبقى إذن إحنا بندرس فرع اسمه بايو كيميستري اللي هو الكيمياء الحيوية محتاجين إن شاء الله نركز مع بعض لأن فعلا الكلام بتاع النهاردة كلام مهم وكلام تأسيسي لباقي المنهج اللي أنا فعلا لو ما تمكنتش منه يبقى باقي المنهج يبقى صعب عليا أو غير مستساغ بالنسباني أول حاجة إن شاء الله نتكلم عليها النهاردة اللي هي اللي هي الجزيئات العضوية والغير عضوية واضح كده إن كلمة جاية من كلمة يعني بمعنى صح هي عبارة عن جزيئات بتخش في تركيب معينة بوا أكسامنا طيب ده بيحصل إزاي طبعا عن طريق الأكل اللي إحنا بنأكله ويتخدم ويطلع منه اللي هي الملوكيولز دي وتبني حاجات في الخلايا بتاعتنا فهنا بيقول لي بايتراكينج زيكوانس لو أنت تتبعت اللي هو التتابع إن الخلايا بتاع الكائنات الحية وهنا قلت إحنا بنتعامل بعلم الطيروجي مش بركز على الإنسان فقط لا الإنسان والحيوانات بأنواعها والنباتات بأنواعها وأي living organism بيقدر يتنفس ويتحرك وهكذا مهم من أن هذه السلز دي جواها أورجنلز وعندما نعرفنا هذه الأورجنلز دي فيها حاجتين أو أن السلز دي جواها حاجتين خلال نتكلم على السلز كأشمال حاجة اسمها organic molecules اللي هي جزيئات عضوية وإن organic molecules ما الفروق اللي ما بينهم؟ طبعا نحن ندرس الموضوع من شكل كيميائي يعني أنها بحلل العناصر اللي هو هذه الملوكيولز أو الاتومز اللي جواها الملوكيولز الاتومز اللي تابع ألمنت اسمائي قال لي أن الارجنلز أولا جاية أو هي عبارة عن large size the molecules كما نرى مثلا 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 المثال جلوكوز ملوكيولز على مثلا الكاربويدريت هنبص على الكاربون أتم اللي لونها رصاصي هنبص على أنه هو عددهم الهايدروجين لو عدناه لولهم أبيض فاتح ده ستبقى اللي هو 12 و بعد ذلك الـ oxygen O6 فنجدنا نجد أن الجزء كبير جدا فيه عدد زرات كبيرة جدا قال لي أن الارجنلز تكون من اللي يعني بشكل أساسي تكون من من الـ carbon and hydrogen atom يجب أن تردها فقط كاربون وهايدروجين بشكل أساسي وكما الأولوية للقربون وأن الارجنلز اللي يكون الارجنلز اللي جواها السلز بيقول عليها الـ biological macro molecules مين هي الأمثلة على الارجنلز أو بيولوجيكا مكرو كلمة مكرو يعني كبير وأعكسة كلمة مايكرو يعني صغير الاولينا بريتينا بالسابقات القربية يوجد نوكليك أسد الكاربايدريات النشويات يأخذها من الرزو المقارونا الكاربايدريات البروتين وdilers jump in with protein تحصول عليها بم criedsate notamment which Rex Praved Peliquitte لريبيدات كما受�� المنطرة بالسمنةوم والذياد المنطرة القادريةπόدتت تقليديه من أنواع الروس ويحدث من الخلايا النباتية أو الخلايا الحيوانية لكن هنحن أكتب التخليل في المس wield تماما شباب يبقى احنا كده عرفنا الارج وبتتكون اساسا من الكاربون والهايدروجين وبتسمى البيولوجيك الماكروب والارجانيك على فكرة بتخش في تركيب معينة داخل السيل بتاعتنا بتخش في تركيب معينة داخل السيل بتاعتنا وبتاع الارجانيزم يعني ايه معنى صح هنيجي ناخد مثلا ان احنا عندنا حاجة اسمها سيلول يعني في اللي هي البرانت سيل بيبقى بتبرك كده في حاجة اسمها سيلول اللي هو الجدار الخلوي اكيد سمعنا عنه عبا كده في مرحلة الابتدائي سيلول ده هنلاقيه سيلول هنلاقي ان هو بيخش فيه اللي هو مادة اسمها السيلولوس طب ايه السيلولوس ده قالوا والله ده عبارة عن مثال من الكاربو يبقى اذا هي بتكون حاجة في الخلية ولا لأ او بتكون عشان كده قلت عليها لانها جاء من كلمة ارجان او ارجان او ارجان او ارتفاع بعد كده في اللي هو اللي هو اللي هو الغشاء البلازمي ده بيخش في ايه ده موجود اللي هي فيه بشكل كبير وهكذا ماشا شباب لما بنيجي نخش عن نيوكليوس طبعا احنا درسنا قبل كده ان فيها ايه كروموسومز والكروموسومز اللي هي كانت عبارة عن ايه كانت عبارة عن دي ان ايه والدي ان ايه ده مسال على نيوكليك اسم تمام اللي هو حمضي نوا ويمسئول عن الوراس بلاس بروتين يعني احنا لقينا ان احنا كل اللي درسناه كاربايدريتز وليبيتز ونيوكليك اسيدز ويه اللي هي البروتينز كلها بتخش في تركيب معينة عشان كده سميتها ان هي ارجانيك مولوكيولز بالنسبة لي الان ارجانيك مولوكيولز ما لها هيا دي مش موجودة في السيل لأ موجودة في السيل بس هل بتعمل تركيب او ارجانيك مولوكيولز المعينة جوه السيل قال لي لا بس السيل بتحتاجها عشان اللي هي الكيميكول راكشن اللي بتحصل فيها تمام الزي ار مولوكيولز هي عبارة عن جزيقات ذات أفن افن معناها عادة يعني يا عادة يعني ممكن اه وممكن لا وده معناها ان ممكن يبقى فيها كربون ممكن ميبقاش فيها كربون تب ثانية واحدة بس عشان مطلق باش يعني انا كده حضرتك من شوية قلت لنا ان لازم 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 مينلي اساسا يكون فيها ايه كربون انما هنا ممكن تبقى اللي هي فيها وممكن ميبقاش طب انا دلوقتي ممكن اطلق باش انا ممكن اشوف حاجة فيها كربون اتم واقول ان هي تعتبر اورجانيك وهي في الاساس ان اورجانيك اقول لك بسيطة احنا بنعرف من كذا حاجة لو احنا جينا نبص على الان اورجانيك ملوكيول اللي معنا اللي هي الووتر ده ده ملوكيول ده التاني ده التالت ده الرابعة هلا ان الملوكيول حجمه اللي هو صغير تمام تاني حاجة ان الووتر مش هيركب حاجة في الخلية هي الخلية بتحتاجه لاداء اللي هي بتاعها لما احنا قلنا زي الووتر وزي المنرال المسالة عليها الان اي سي ال مش حتيجة انت مثلا تحلل السيل وولت تلاقيه فيه سوديوم كولورايت ده مش هيحصل تمام طيب من الحاجات اللي ممكن تلاقبط زي الكربون دايكوساين ده في كربون بس ليه مش يصنفه ان هو اورجانيك اولا هو سمول ملوكيول زي ما احنا شوفنا وكمان مش بيدخل فيه تركيب اورجانيلز معينة جوه اللي هي السيل ماشا شباب يبقى دي من الفروق اللي موجودة بين الاورجانيك ملوكيول والان اورجانيك ملوكيول وهو عاوز يأكد لي المعلومة دي هنا بيقول لي ان النط اول نط هنا بينفي مش كل اللي هتلاقي زي كونتين فيها هايدروجين اوركاربون اتمز اوربوس يعني ممكن تلاقي الاثنين موجودين برضو وفي الوقت ده مش هاقدر اعتبرها انها اورجانيك انما هي في الحقيقة ان اورجانيك قال لي قول بعض الامثلة ان تلوك حاضر قال لي مثلا عندي حاجة زي ايه زي الووتر ملوكيول ادي فيها هيدروجين هل انا اعتبرته اورجانيك لا ليه لانه زي ما انتفعلنا سمول سايز ومش بيخش بتركيب في الليب انجسيل كاربون دايكوسايد جاز ده ده بيبقى برودكت لعملية التنفس الخلوي لما بناخد الاكسوجين ويحرق الاكل ويطلع كاربون داكوسايد ده جناتج تمام في حاجة اسمها كالسيوم كاربونيت وسوديوم بي كاربونيت ما لهم دول دي عبارة عن امثلا للسولتس يا ولادي اللي احنا درسناها في الاعداد دي السولتس هو بتبقى عبارة عن شقين شقه وشق التاني يا اما يكون اللي هو ايون ممكن تبقى اتوميك جروب ده احنا بنتكلم بشكل كيميائي وهنا اي ممكن تحاول تبقى اتوميك جروب ماشي وطبعا انا لو تتذكره لو انا مسلا عاوز اكتب الرمز بتاع كالسيوم كاربونيت ادي الكالسيوم ودي مجموعة الكاربونيت اللي هي لاتومي جروب دي كان داي فيلان داي فيلان يروح مع بعض يتبقى لي الرمز وهكذا تمام ونقدر نقول اي حاجة غالبا غير الكاربس والليبتز والبروتينز والنيوكليك اسد هتتصنف على ان انها ان ارجانيك بس انا هنا بقول غالبا لان ممكن يقابلنا بعض الحاجات اللي هي تبقى سمول سايز لكن وفيها كاربون وهيدوجين وانها تصنف على انها ارجانيك تمام فانا مش حابب احط قعدة لان الموضوع ممكن يكون فيه استثناءات تمام دلوقتي هندخل نتكلم بشكل خاص على اللي هي الجزيئات البيولوجية الكبيرة اول حاجة عارفنا ان هي ايه ارجانيك يبقى كمان هتبقى لارج سايز اللي احنا بقى هنعرفه ان الارجانيك ملوكيولز اللي هي اسمها البيولوجيكال مكرو ملوكيولز دي اللي هي لارج بتتكون من سمولر ملوكيولز يصلت들 عليهم هم heat력 ملوكيولز الكبيرة دي اللي هي اسمها البيولوجيكال مكرو ملوكيولز ما لديها C C C و الذي بتتكون من سمولر ملوكيولز التي هي جزيئات اصغر طيب انا كيف فرح الملوكيولز الكبيرة دي عن الملوكيولز الصغيرة تبع البيولوجيكال مكرو ملوكيولز اللي قائل بسيطة احنا نسمي الملوكيولز الكبيرة من البيولوجكال�و الكبيرة نسميها polymer z تمام بولي 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 يعني عديد والسمولر مولوكيول دي هنسميها اللي هي موني مارز وبكده هنقدر نميز ما بين الارج مولوكيولز والسمولر مولوكيول اللي تابع البيولوجيكال مكرو مولوكيول تمام طيب دي هنروح لها خلال لحظات هنا طبعا بما انهم ارجانيك يبقى اولوف زين كونتين كاربون المنت وعلى فكرة كمان هما بيبقى فيهم الهايدرين زي ما اتفقنا بس قلنا الكاربون ده هو اللي بيبقى بشكل اساس طبعا انا من غير اللي هي البيولوجيكال موكرو مولوكيولز دي اي كائن مش هيقدر يتبنى جسمه ولا السيل بتاعها تظهر فيها الارجانز وهكذا معلومة مهمة على فكرة مهمة للغاية هي مهمة لحياة الكائنات الحية تمام طيب هنا بقى دي المعلومة اللي لسه متكلمين عليها يقول لي موست نبدأ بالنسبة للألفاظ اللي كلمة موست هنا معناها معظم ومعظم تفيد القثرة يعني ايه يعني الغالبية الغالبية بتاع مين؟ اللي الغالبية بتاع البيولوجيكال موكرو مولوكيولز نقول عليها ايه؟ بوليمارز اللي هي البزيئات الكبيرة بتتكون نتيجة اتحاد ماهي؟ مونيمارز يبقى البوليمارز بتتكون من المونيمارز يعني مين اللي بيتحد مع بعض البوليمار ولا المونيمار؟ لا المونيمارز بتتحد مع بعضها عشان تروح من دياني اللي هو البوليمار المونيمارز بتتحد مع بعضها عشان تدين البوليمارز اسم العملية دي ايه؟ اسمها بوليمراز بروسس اللي هي اسمها عملية البوليمارز دعوا لكم كلمة مونو يعني صغنم كده تمام؟ او مش شرط صغير ممكن نقول ان هي يونت واحدة او وحدة واحدة تمام؟ ولو جينا نبص ده اللي هو شكل عملية البوليمراز بروسس عشان احنا ناخد عمليات كتير بلوليمرازيشن فوتوسسيشن كوندنساشن انتنسفكيشن هيدرولاسيز لازم نبكه عارفين اسامية العملية هذا المونيمارز به خلال جزيءات جلوكوز وآخر مثل ثالثة الرابع الخامس اول حاجة واهم حاجة ان المونيمارز على أولاد يجب ان تكون لذيها مبهور طيب وعشان السبب دة عشان السبب دة ENCOP هو من قلي ما اصطب ما اصطب لا اصطب لأنه سيكون لدينا استثناء كده يا شباب اللي هي الليبيدز الليبيدات الليبيدات العلماء لا يحبونه يقولون عليها أنها مونيمر و بوليمر لماذا؟ لأن البوليمر بتاعها أو نقول اللي هي المونيمر على وجه الخصوص تبقى غير متماثلة يعني تبقى نوت سيميلر فلما تكون البوليمر هذا البوليمر سيكون من شكلها مختلف عن بعضها إنما المونيمر لازم يكون حاجات اللي هي سيميلر عشان البوليمر يبقى شكله هو كمان سيميلر زي ما قلنا هو شباب هنأخذ مثال اللي هو حاجة اسمها دام لوكيول و دام لوكيول و دام لوكيول و دام لوكيول يحصل لهم بليمرايزاشن بروسيس فيروح مديني البوليمر عرفت كيف انهم ارتبطوا؟ لأن هناك بومز أو اللي هي في روابط نوبيلهم أنا ما استفاد إيه من كلمة بوليمر و مونيمر أقول لك يا شباب إحنا مثلا إن شاء الله هنأخذ اللي هي عملية الهضم اللي هي عملية الهضم أو اللي احنا قردي عندنا فكرة عنها طبعا إحنا بناخد الأكل اللي هو البيولوجيكال ماكرو بلوكيول اللي بتبقى اللي هي في صورة بوليمر تمام؟ وتعطي إحصل لها عملية الهضم أو اللي هو الهضم لحد ما تتحول لإيه؟ اللي هي مونيمر طب ليه تتحول للمونيمر عشان خاطر إنه يحصل اللي هي عملية أبزوربشن اللي هي امتصاص وتفضل تمشي في البلد اللي هو الدم لحد ما توصل لمين للسيلز اللي هي الخلايا واقدر استفيد منها باقي يا إما في إنتاج الطاقة تمام؟ ويا إما في حالة إنه نعمل اللي هي بادي بيلدنج أو اللي هو بناء الجسم أو خلايا الجسم فأنا مهم قوي أعرف أسامي المغزيات بتاعتي مين فيها المونيمر ومين فيها البوليمر تمام شباه؟ يبقى دي كده عرفنا الفايدة من دراسة الموضوع ده إن شاء الله وتتعرضوا لي بإذن الله بإذن الله في اللي هو الأسئلة خلال السنة دي وبعد كده في سنة تانية إن شاء الله هنا طبعا بيقول لي اللي هي منشأ الكلمة قال لي بوليمر هي عبارة عن كلمة يونانية that consists of two parts poly which means multi ومر معناها part فأنت لما تقرأ كلمة بوليمر على بعضها كأنك قلت multi parts اللي هو أجزاء عديدة يبقى multi parts or multi a units على النقيد أو العكس المونيمر is a great word that consists of two parts مونو معناها إيه؟ كما قلت من شوية اللي هي حاجة صغيرة اللي هي one or uni فأنت لما تيجي تلطأ كلمة على بعضها كأنك قلت تماما شباب إذن كده فهمنا إيه هي بتاع تعالوا دلوقتي بقى ما نشوف هي موجودة فين في السل لكن في معلومة مهمة جدا جدا هنا واجهزوا الألم بتاعكم يريد تكون هزين الألم عشان تضيفه اللي هي الملحوظات اللي كان أنا قلنا عليها قبل كده هنا العنوان عندي قلناه biological macron local in the cell طبعا من شوية كنت رسمت لكم على white board اللي هي cellulose اللي هي الرسم المبريم اللي هي لي بقي الموضوع بطريقة مختلفة شوية بيطبق لي فكرة جديدة في غير الأهم لي بيقول لي بينجي جادة في تركيب components تحدد تركيب مكونات الخلايا الحية طيب السؤال هنا هو ان تأسمت البيولوجيكال مكروم نوكيولز اللي هي لكاربز وليبيدز وبروتينز ونيوكليك أسد بناء على ايه خلي بالكو يا شباب لازم تبقوا كده وعيني اي اي تصنيف تمام او اللي هي روتب اي حاجة لازم تكون على اساس طيب هو ليه ما اعتبرتش البيولوجيكال مكروم نوكيول اسم واحد وصنفتها الدي ودي 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 قال لي والله انا صنفتها بناء على حاجتين ركزوا معي فيهم اوي 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 اللي هم الحاجتين دول قال لي يعني ايه ملكيولار كلمة ملكيول يعني جزئ والتركيب تركيب الجزئ هو اي ملكيول جواء ايه تمام طبعا الملكيول يا شباب نعمل اقل كلمة ملكيول little ni نساعتها ان ملكيولز جواها اساسا هو الملكيولز والـ الاتومز ده بيكون جأي من ايه ماتر ده الكلام اللي درسنا في الاعدادي اين ماتر ملكيول ملكيول تكون من اتر الماتر عندي بتأخد شكلين اللي هي تبقى ايلمنت او قم باون تمام تمام طبعا انا بكلم عن بيولوجيكال ملكيولز اللي هي اساسا عبارة عن قم باون يبقى مباوند فيها ملوكيول والمولوكيول ده أضحصه عشان أشك الأتم اللي جواهه فأنا عندما أقول المولوكيول أحاول أشك الأتمز اللي داخل جواهه تماماً الأتمز بتاعهم صور اسمه إيه الهيدروجين أو إيه بالضبط فأنا أجد مثلاً ان المولوكيول بتاعها داخل فيه كربون وهايدروجين وأكسجين طيب الليبت كربون وهايدروجين وأكسجين طيب إيه اللي فرقها؟ انت بتلاقي أحياناً بعض الإضافات زي والفوسفرس خلي بالنا من الموضوع ده هنا أساسية مافيش أي إضافات تانية لكن بيبقى فيه بعض الإضافات يبقى فيه أساسي وفيه إضافات يبقى هل الملوكيول بتاع الليبت زي الكرب؟ قال لي لا فيه اختلافات طبعاً تمام؟ طيب نروح للبعد كده أول اللي داخل فيها بشكل أساسي قال لي كربون وهايدروجين وأكسجين ونيتروجين دول أساسيين تمام؟ طيب نقول لك أسد الـ فيه كربون وهايدروجين وأكسجين ونيتروجين وفوسفرس بشكل أساسي نيتروجين في الليبت كانت تبقى إضافات يعني هذا الملوكيول مختلفة عن هذا الملوكيول مختلفة عن هذا الملوكيول في بعض الحاجات أي نعم هناك مختلفة أي نعم هناك مختلفة فبناء عادي بما أن هناك اختلاف من الملوكيول السيمتون لأربع أنواع قليل قوي 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 عندما يكون لها دور يعني دور تركيبي فاكرين السيلول اللي اتكلمت عليه من قليل وقلتوا تصنع من السيلولوز السيلولوز هذا مثال من الكاربايدري هي لها علاقة أيضا بالإنتاج الطاقة تمام؟ لكن تبقى أولاد ليس فاست أو رابد تبقى لفظ كده سيقابلنا إن شاء الله في المنهج حاجة اسمها بوست بوندد مؤجلة يعني يوم لما تخلص اللي هو الكاربايدريت سوف أفكر في الليبت ويكون لها دور تمام؟ يبقى هنا الاختلافات كانت في الملوكيول تمام؟ طفيفة قوي سي اتش او سي اتش او وانو بي أحيانا وفي الفانكشن الاختلافات طفيفة جدا يعني الاثنين يعملوا اللي هو بس هنا وهنا اللي هو مؤجل نروح للبروتين هتلاقي ملاقش علاقة بالإنرجي أموال اللي هي علاقة بإيه؟ بيكون لها علاقة بإيه اللي هي البادي سيل او البادي بيلدينج اللي هو بنائل الجسم يعني نحن نجد شعر الجلد الضوافر معظم اللي جواها بتبقى اللي هي مصنوعة من البروتينز كذلك البروتينز ممكن تطلع منها اللي هي انزايمز او اللي هي هورمونز اللي هما الحاجات هنتدرسها ان شاء الله بالتفصيل طيب بالنسبة لي نيوكليك أسد ار اين اي ودي ان اي طبعا دول هم علاقة بي الجيناتيكس او اللي هي الوراثة يبقى فيه اختلافات واضحة وفيه برضو اللي هما بيقدوه يبقى احنا كده فهمنا على اي اساس صنفنا البيولوجيكا الميكروغلوكولز لالاربع حاجات نرجع هنا مرة تانية كان بيقول لي ان البيولوجيكا الميكروغلوكول ستدخل في الميكروغلوكول لو انتوا تلاحظوا الكاربويدريتز بدي لها لون اخضر اللي بتزلون اللي هو الفوشيا والبينك فيه هنا عندي اللبني وفيه الازرق طبعا اول حاجة لو جينا نبص على السيلول زي ما احنا شايفين هتلاقي هذا اللون اللي هو الكاربويدريتز يبقى كده فعلا مصنوعه من السيلولوز ماشي تجي تخش على الخط الاحمر اللي هو مين ده ده اللي هو البلازمان برين تمام هتلاقي فيه اللي هو لون احمر موجود كتير او اسف اللون الفوشيا لو انتوا تفتكروا ده كان بتاع مين اللي هو كان بتاع اللي بيدز تمام يا شباب وفيه امور تانية لو احنا جينا مثلا على النيوكليس النيوكليس دي بتطلع منها الكرموسوم اللي هو بيبقى في ايه دي اني ايه واللون اللي هو بتاع البروتين يعني هنا اعوز فهمك هي ازاي بتدخل فيه في صناعة المكونات او تكوين وده طبعا هنعرفه برضو بالتفصيل على مدار الاربع دروس بتاعه اللي هي اليونت الاولها طب ايه الدرس الخامس ما احنا قلنا منهج خمسة وخمسة يونت فيها خمس دروس ويونت فيها خمس دروس درس الخامس هنتكلم على حاجة اللي قلناها من شوية اللي هي اسمها انزايامس طيب لو احش على موضوع مهم هو عاوز امثلة على البوليمر بتاع الكربيدريل او اللي هو المونمر والليبتز والبروتين وهكذا ركزوا معي واكتبوا وراي الجدول ده بعد كده هنطبق على الرسمة الفيديو بالدسم لكنه فيديو تأسيسي مهم في اي مكان فاضي هتتفضلوا يا شباب تكتبوا معي الموضوع ده احنا عندنا البييولوجيكال ميكرو مولوكيو اللي خلاص عارفنا ان فيه كاربز اللي هي الكاربايدريد فيه ليبتز وفيه بروتينز وفيه اللي هي النيوكليك اسب اللي هي الاحماض النووية يعني الاحماض اللي موجودة داخل النواية اللي هي الدي اي والار اي اي احنا اتفقنا انه معظمهم في بوليمر ومونمر ولو تفتكروا اننا استثنيت اللي هو مونمر هي متشابكة مع بعضها تمام طبعا استثنيت اللي بيتز لكن الكتاب هنا بيعتبرها انها بوليمر يبقى انا لازم امشي مع الكتاب لحد ما يجد جديد او نشوف حاجة متى البوليمر في الكاربايدريد يعني ايه هو الشكل الكبير للكاربايدريد قال لي ان هي تبقى على هيئة يا شباب حاجة اسمها بولي ساكرايد اللي هو عديد التسكر تمام؟ طب ايه المونمر بتاعها او الحاجة الصغيرة اللي هي مونو ساكرايد كلام مهم جدا طب اللي بيتز البوليمر بتاعها اسمه ايه فات والمونمر فاتي اسد تمام؟ طبعا بالنسبة للبروتين البوليمر بتاعها اسمه بولي بيبتايد والمونمر اللي هو اسمه امينو اسد اوكا النيوكليك اسد البوليمر بتاعنا اسمه بولي نيوكليو تايد والمونمر اسمها نيوكليو تايد تمام؟ طيب قلنا الحاجة اللي مختلفة عنهم شوية اللي بتزليه لان المونمر المز دي بتبقى غير متمثلة انما البقين كله هيبقى حاجات متمثلة اشهر مثال واللي احنا عمليين نعيده من ساعتها اللي هو مثلا زي السيليلوز او حاجة اسمها اللي هي النشا اللي بتيجي من ده الشكل البوليمر اللي هو الجلوكوز طب تعالوا ونطبق الموضوع ده على اللي بيجي من نكتب الجدول ده ونحفظه جدا 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 احيانا على فكرة كلمة بولي نيوكليتايت دي مش هتقابلوها هتلاقي اللي بيقولك ان البوليمر هو الدي اي او الار اي اي نفسه تمام؟ اول حاجة يلا نبص بيكلمني على الكاربوهايدريت تمام؟ اللي في ارجانيل موجود في بلانت سيل اسمه اللي هي الجرين بلاستيدز او البلاستيدات الخضراء هندرسها بإذن الله بالتفصيل تمام؟ ما انا هجلس اولاد كتير سيحاولوا ان انتو تبدو نفسوك فرصة ونستعجل تقولوا مش فاهمين او كده لأ فيه حاجات تظهر بإذن الله طيب هنا مثلا الكولوروبلاستيق دي كنتين ايه ستارش الستارش دي بتتكون من مونوساقرين الجدوى اللي انا رسمناه او كتبناه من شوية ده احسن ليه؟ لان هنا رجل مش مريح انت هنا ايقال لي مثال اسمه ستارش وانه بتتكون من جلوكوز اللي هو متمثل عندي في الجلوكوز اللي هو بيمثل المونيومار اهو ده شكل واحدة منه انما شوف هنا بقى طبعا مش يعود يرسم لك هنا تاني السي والاتش والاو كلام ده لأ عاوز يعرف لك ان هنا عندي ده اهي كتير جدا جدا من الجلوكوز عشان كده بيطقل عليها اللي هي ايه بوليمر تماما شباب انا من شوية قلت احنا بنكل حاجة او اللي منتغزة على الحاجة وبتتهضم بتبقى بعد كده تخش الخلايا يطلع منها طاقة يتبنى مرة تانية طب هتقول لي هو النبات بياكل ويهضم وبعد كده الحاجة اقول لك لأ اقول لك ان اساسا الستارش دي بتتكون من الفوتو من عملية البناء الضوري ان النبات الاول بيكون شوية جلوكوز كتير جدا فبقاش عارف يعمل فيهم ايه فيروح محولهم ورابطهم في بعض بالفوليمورايزاشن فتتحول للي هي طيب هنا اللي بتز قال لي خد من عندك اللي هي فاتسل يعني ايه فاتسل الخلايا الدهنية دي بتبقى موجودة تحت الجلد تمام هتيجي تشوف البوليمور اللي فيها هتلاقي اللي هو متمثل في الفات طيب الفات ده عبارة عن ايه قال لي عبارة عن حاجة اسمها فاتي اسد اللي هي بتمثل المونيمر تمام يا شباب فهنا بيقول لي فاتسل كونتين فاتس زاد زافاتي اسد انتر انزير استرابش شوف الكلام فاتس زاد زافاتي اسد انتر هنا كان بيقول لي ان الاسطارش كونسيستس اوف من نسقه رادي اللي هي البولوكوز انما هنا الفاتس واضح بيقول لك ان الفاتي اسد بتخش في تركيبها اذا معنا في مكونات تانية هتخش مع الفاتي اسد عشان تكون الفاتس وده فعلا هنعرفه ان شاء الله حاجة اسمها جليسرول حاجة اسمها جليسرول فهنا الفات او الليبيتز قلنا ان هي في بعض العلماء ما يحبوش ان هم يقولوا عليها فيها بوليمر ومونيمر لانها بتبقى هيتروجينيوس اللي هي غير متمثلة نروح لتالت مجموعة اللي هي عند البروتين فالدك اللي هي حاجة اسمها بروتين فيبر او مصل فيبر اللي هي خلية عضلية الخلية العضلية ده ولاد خلية كبيرة تمام بس في النهاية بتتكون من البروتين طيب البروتين البوليمر اللي في اسمه ايه زي ما احنا اخذنا البوليبيبتاي والمونيمر اللي هو امينو اسد حد يقول لي يا مستر ده الوانهم مختلفة بس في النهاية ايه اشكالهم مختلفة واللي هي سيميلر فالبروتين فايبر اللي هو بتكون من حاجات اصغر منه اللي اسمها امينو اسد اخر مجموعة عندي اللي هي النيوكليك اسد فعاوز يفهمني ان انت لو خدت من الكروموسوم اللي هو الدي ان ايه الدي ان ايه ده اللي هو البوليمر اللي احنا قلنا عليه بولي نيوكليوتايد طيب بقول لي بولي نيوكليوتايد لان انا لو خدت واحدة من دول وقبرتها هيديني الرمز اللي هو بتاع او اللي هو التركيب بتاع النيوكليتي ده الوحدة اللي هي بتمثل الموليمر فنيوكليتي ده مع نيوكليتي ده مع نيوكليتي ده تديني بولي نيوكليوتايد اللي هو بيتمثل في البوليمر دي انا في الكروموسين كونتين خليبا لك انا مش كونسيست كونتين لان هو بيكونسيست من حاجتين دي انا وبروتين احنا عاوزين دي انا يحتوي على دي انا اللي هو بولي نيوكليوتايد اللي بيتكون من حاجة صغيرة اسمها نيوكليوتايد واحدة فقط اخر حاجة هو طبعا عاوز يعرفني في الفود اللي انا بكله ولان احنا طبعا دي طريقة الحصول عليها او النباتات بتكونها بمساعدة ضوء الشمس بعد كده الحيوانات تتغذى عن النباتات بعد كده احنا نأكل النباتات والحيوانات ديت او نأكل النباتات بشكل مباشر مهم ان هي موضوع حاجات بتتنقل ما بين الكائنات الحية وبعضها فهنا بيقول لي البيولوجيكال ماكرو موكيولز تمام اللي هي ارجانيك وكمان الان ارجانيك موكيول اللي موجودة داخل جسم الانسان بتيجي منين قال لي ار بريزنت وزن زا دايات وي ايف دايات يعني واجبة انما رجين ده نظام غذائي اللي هو للناس اللي تبقى محتاجة تخص او غيره تمام يبقى الحاجات اللي هي الان ارجانيك او الان ارجانيك موجودة في اللي هو الوجبات بتاعنا فعوازي يعرفني مثلا البيينز والتشيز ان ايج ار كونسيدر سورس ودريتش ان بروتين طب ايه الفرق بين البيين والتشيز والأيج طبعا الاتشيز مصنوع من الملك والأيج اللي هو البيض دول بيعتبر اللي هو انيمول بروتين بروتين حيواني وعلى فكرة البروتين او اي حاجة مصدرها حيواني بيبقى انتصاصها سريع جدا بالنسبة للانسان بسبب تشابه تركيب الخلية بين الهيومن سيل وي الانيمول سيل اللي هي الهيومن سيل بقيم عليها الانيمول سيل انما البيينز اللي هي البيينز والبي والحاجات دي اللي هي الليجيونز دي بتعتبر اللي هي بروتين نباتي اللي هو بروتين وده يعني انتصاص بيكون ضعيف شوية لكذا يعني الفول يتقاهل ايه بروتين الغلابة تمام؟ هنا بيقول الملك بروتكت منتجات اللبن مثل تشيز تبتعتبر سورس ريتش ان اي فاتس فيها نسبة الدهون وفيه فيتامينز وفيه المنرال سول بسايد اويل الاويل ده برضه اللي هو مثال الفاتس اللي هو اسمنا يبقى فهم يقول بريد اللي هو دقيه الامح تمام؟ هو الامح ده موضوع هنعرف الجدوى اللي تحت دلوقتي كورن طبعا دي الكاربويدرات لان العيش والذات العيش الابيض بيدي طاقة سريعة بعض الشيء تمام؟ هنا مديني جدول ومديني فيه امثلة على الاكل او الفود اللي فيه الكاربويدرات والليبتز والبروتين لازم ندرسه بعناية شديدة مش حاجات ان احنا نتفرج عليها وانقهقه ولا ده موضوع مهم بس لاحظوا حاجة ان الاكل ممكن يكون فيه اكتر من بييولوجيكا الماكرم لوك يعني يكون فيه اكتر يعني يكون فيه لبتز مع بروتين مع حاجات مختلفة مع بعضها هنا بيقول لي مثلا الكاربويدرات هتلاقيها منتشرة في البيجتبولز اللي هي الخضروات زي السويت بوتايتو اللي هي البطاطا والبوتايتو طبعا غنية بالنشوية إج بلانت اللي هو البازنجان اللي هي البسيلة تمام؟ بس احنا ناخد اللي جيومز اللي فيه بيز بينز والبيز برضو فيها بروتينز يعني برضو مش كل حاجات مختصرة على نوع معين من البييولوجيكا الماكرم لوكين فيه حاجة اسمها كيدني بينز اللي هي الفاصولية لان الفاصولية فعلا بتبقى شبه اللي هي الكيدني هولغرين اه خلي بالك كده بقى ايه هو الهولغرين هولغرين معناها الحبوب الكاملة بصوا يا شباب الحبوب الكاملة اللي هي حباية الامح من غير ما تتقشر او من غير ما تتبيط دي بيتعامل بالها اللي هو العيش البلدي او بيقول عليه العيش الاسمر او التوست الاسمر ده بيكون انت واخد الحباية كاملة قال لي ساتش از ويت ان رايس بس رايس بيبقى حصله طبيب يعني انت بتكون شلت طبقة كده من اللي هي على الامح فباقت دلوقتي ان هي الرز ده متباية تمام والرز اساسا يعني في الاول بيبقى عليه الطبقة وبعد كده اللي هي تشال وفيه كمان اللي هو الكورن تمام ايه هو الاكثر صحة طبعا انه هو تبقى الحباية على بعضها لان في بعض الدول بتعاني من اللي هي نقص الكروتين انت خدتها في سنة ثلاثة البرو وفيتامين اي والحاجات دي كلها بسبب ان هي بتزيل اللي هي الطبقة دي بس الطبقة دي تبقى غنية بالمغزيات بس عشان تتجنب الدرار بتاعها دي معلومة دي كل انتوا لازم تاخدوا حاجة اسمها فيتامين سي من الاكل طبعا عن طريق اكل خضروات او شرب عصير لمون او برتقان او خلافة طبعا الفروتس والهاني والجام بيكون فيها اللي هي طبعا بالنسبة للليبتز والبروتين طبعا هنلاقي هنا اج وهنا في اج اليوك اللي هو الصفار بتاع البيض ده مليان ليبتز انما الاج وبويت اللي هو البيض ده في بروتينز في عندي بادر زبدة فول كريم يوغيرت اللي هو زبادي كامل الداسم يعني ايه كامل الداسم يعني بالقشطة بتاعته فول كريم دي احيانا بيقول عليها قشدة تمام انما اليوغيرت نفسه بعد ما نزيل بقى القشطة والحاجات دي كلها او بعض التعديلات اللي هي بتبقى بروتين عندي بارده لتشيز بروتين في فيجيتابل ايل الزيوت النباتية زي الأوليف او الكاستر ايل زيت الخروع زيت الزيتون الحاجات دي كلها ناتس اللي هي المقصرات زي الألموند والكاشو الشوكولات اللي هي الشوكولات الدكنة اللي هي بتبقى فيها اما زير وشوكور اما شوكور بالنسبة معين يعني لو اقول لك انها 80% يعني انت عارف انها 80 و 20 80 دي وزاوة شوكور لا هي ما فيها شوكور انما دي فيها شوكور في الصمرة الافوكادوا طب بالنسبة للبروتين عند ملوك عند شاكين عند فش عند ميت عند لجيون كده بفضل الله وتوفيقه خلصنا شرح الدرس التمعيدي درسة مينفعش تدخل المنهج من غيره ده مفهاش كلام لانك هتبقى تايفي بعض المصطلحات اللي هتقابلها والكلام ده وانواع اللي هي الاكل والعناصر او اللي موجودة فيها وهكذا اعملتها انا اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو واتمنى لعد اصدقائكم مشاركة في القناة والاستفادة من محتوىها اه اللي حابب ان هو يحصل على اللي هي المذكرة الشرح والاسئلة ممكن بازن الله يشترك اللي هو في تطبيق عمر مديان متوفر على وقريبا مع اللي هو الاي او اس تمام دي اللي هي الملف بتاع الاسئلة الخاص بالدرس في اسئلة يعني اه جميلة ومتنوعة نقدر ان احنا ان شاء الله نستفاد منها وباذن الله نحل لها في فيديوهات منفصلة ان شاء الله شكرا لكم كان معكم مستر عمر مديان اسألكم ادعاء لوالدي هون كميع مطموعة المسلمين رحمة المغفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته